قرابة ثلاثة أشهر من الغيابة أنهى الوزراء والنواب الأكراد مقاطعتهم لجلسات الحكومة والبرلمان العراقي في الوقت الذي تواصلت فيه الهجمات الإرهابية في مناطق مختلفة فيما أعلن تقرير أممي إن أبريل الماضي كان الأكثر دموية منذ خمس سنوات بينما تتواصل الاعتداءات الإرهابية والهجمات الدموية ضاربة عددا من مناطق العراق أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق بيانا جاء فيها أن شهر أبريل الماضي كان الأكثر دموية في العراق منذ خمس سنوات وذكر البيان أن بغداد كانت الأكثر تضررا من ناحية عدد الضحايا الذي ناهز 700 شخص بينهم 100 قتيل ميدانيا قتل مسلحون مرشح قائمة متحدون بمحافظة نينوى وفي كاركوك قتل أربعة عناصر من الشرطة بانفجار استهدف موكب مدير شرطة المحافظة الذي نجى من محاولة اغتياله وفي بغداد قال مصدر أمني أن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة المشاهدة مما أسفر عن إصابة شرطين اثنين وأحد عناصر الصحوة بجروح بالغة أما في كربلا فقد ذكرت مصادر أمنية أن شرطيا يعمل في إدارة معالجة المتفجرات قتل اليوم وأصيب ثلاث آخرون بعد أن انفجرت قنبلة فيهم خلال عملية إبطال مفعول عدد من العبوات الناسفة سياسيا أنهى الوزراء الأكراد مقاطعة الحكومة بعد قرار رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أمس عودتهم ونواب التحالف الكردستاني إلى اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب عقب تفاهمات أجرت بين بغداد وأربيل بشأن القضايا الخلافية وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان البرزاني في مؤتمر صحفي بأربيل أنه وقع مع رئيس الوزراء نوري المالكي على ورقة تنص على تشكيل لجنة لتعديل قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي ولجنة لقرار قانون النفط والغاز مع قانون لتوزيع الواردات النفطية في البلاد كما أعلن أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد الحدود الإدارية في المناطق المتنازع عليها مشيرا إلى أنه دعا المالكي لعقد اجتماعا للحكومة الاتحادية في أربيل يشار إلى أن الأكراد ممثلون في الحكومة بخمسة وزراء هم نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية ووزير الخارجية ووزراء التجارة والصحة والهجرة والمهجرين